النهاردة من أخبارنا المهمة اللي حابين نحن نقولها لحضراتكم هو إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وشكل أسئلة امتحانات التربية العامة لسنة 20-23 واللي هتكون إن شاء الله بداية من 10 يونيو الوزارة قالت إن أسئلة الامتحان هيتم وضعها من خلال بنوك الأسئلة وده عشان يعني يتيحوا فرصة كبيرة لوجود عدد من الأسئلة لكل مادة يبقى فيه تشكيلة من الأسئلة وكمان الامتحان هيكون بنظام كتاب المفتوح طبعا ده ممكن بالطبق من السنة اللي فاتت والطالب هيستلم كتاب المفاهيم زي السنة اللي فاتت بالضبط في بداية الامتحان في كل مادة هيستلمها في أول الامتحان وفي آخر الامتحان يسلموا للملاحظ الوزارة أكدت إن الأسئلة حتقيس قدرات عقلية ونواتج التعلم الحقيقية على أرض الواقع والتأكد من خلو الأسئلة من أي أخطاء لغوية لجميع اللغات والمواد والالتزام بالمستويات المعرفية عشان تبقى متقسمة عبارة عن 30% أسئلة تعبر عن فهم الطالب و40% تديره فرصة لتطبيق اللي تتعلمه و30% لحل المشكلات والإبداع القدرة على إن هو يحل المشكلات والإبداع طبعا خبر مهم يهم كل بيت فيه ثانوية عامة أو تعليم فائل طبعا كل بيت أو قلنا نحن عندنا عدد طلاب الثانوية العامة 750 ألف طالب يعني مليون الله ربع فهم الطلبة دول يهموا حوالي 3-4 مليون كل واحد بقى والده والديته وإخواته وكله حاطت أمله جده والعائلة والمجتمع والناس كله عادي تاني وإحنا مهتمين طبعا جدا هو فإن شاء الله ربنا يوفق أولادنا كلهم ويحقق لهم كل اللي نفسهم فيه والكل مجتهد نصيب وجميل فكرة إنه يعني عندنا مجالات وعندنا خلاص ما بقاش فيه طب هندسة حقوق ده حتى كلية الواحدة بقى جواها كذا تخصص بقى فيه عندنا المعادة الفنية النهاردة مهمة قوي قوي على مستوى العالم ده مستوى تخصصة والتكنولوجية صحيح طبعا فكرة إنه يبقى فيه جزء للفهم وجزء للإبداع وجزء للتطبيق ده مهم جيش عايل بقى حافظ مش فاهم ويصم الكلمتين ويجي يدلقهم ويطلع بعد كده هو مش فاهم هو كتبه أساسا صحيح هو أهم حاجة في الموضوع ده أنا بحييها جدا وبحترمها وبشكر كل القائمين على صناعها يعني هذه القرارات التعليمية إن البعبع بتاع تنمية عامة نهاية نهاية المطاف نهاية دي لستحدد لحياتي ومصاري في حياتي اللي جاء كلها موضوع ده خلاص بدأ يتلاشق وينتهي يا جماعة أولا نتيجة إن طريقة التعليم بقى فيه ساعة يجاد واكتهاد من إنه بقى فيه تغيير في طريقة التعليم خاصة في تنمية عامة زي ما قلنا كتاب المفتوح دي حاجة ما كانتش موجودة مثلا على أيامنا ما كانتش موجودة من 3-4 سنين دي بتخلي الطالب ما يبقاش المسألة بالنسبة له حفظ ودش فيه اجتهاد فيه فهم فيه تطبيق فيه ابتكار فيه طرق إنه هو يقدر يفكر في مشاكل مطروحة في المواد اللي هو بيمتحم فيها فده بعد كده في حياته يساعد إنه هو يفكر إزاي في حلول مشاكل مبتكرة ما يبقاش الموضوع إحنا بنصم ونخفز ونحط في الامتحان أو فرقة الامتحان اللي إحنا حفظناه وياريتها بتيجي الفايدة بعد كده فما تخافوش كمان واكتهدوا وعملوا اللي عليكم وصيبوا باية على ربنا كل مقتهى النصيف وفي الأول في الآخر دي يعني ده نصيف ومش نهاية الكون مش نهاية المطاف ولا أي حاجة خالص